النمسا تطالب إسرائيل بتوضيح سريع لأسباب إصابة الجنود العاملين باليونيفيل حاليا دلوقتي انتقل موضوع الصراع بين إسرائيل وغزة من إسرائيل وغزة إلى هناك تخوف كبير بين الهيئات الدولية قوات اليونيفيل دي قوات حفظ سلام دي موجودة بشكل محايد من النمسا عندها مجموعة من الجنود موجودين هناك وكان أصيب 11 جندي وده أثار قلق بين أهالي الجنود الموجودين هناك وطبعا على مستوى النمسا على مستوى الحكومي هل يمكن للنمسا بمفردها أن يكون هناك ضغط على إسرائيل بعملية التعامل وإسرائيل دي ممكن سبق وقلنا لأسبوع الماضي أنها انقضت على منظمة الأنو الرؤى أغلقت كل المكاتب الخاصة بها ودلوقت بتنقض على أولاد تواجه جنود اليونيفيل رغم أنهم دول من هيئة دولية نعم يعني مع الأسف الشديد الحرب الأهلية التي تعيشها المنطقة يعني ما بين إسرائيل وإيران من خلال أذراها حزب الله حماس يعني مع الأسف يعني شيء مؤسف أن الأمور تصل لهذا الحد يعني هذه القوات المطلوب منها حفظ السلام يعني تأكل الضرب إن كان من جهة الإيراني ولا من جهة الإسرائيلي يعني مع الأسف الشديد هذه الحرب الأهلية هذه الحرب ما بين هذه المجموعة الإسرائيلية الإيرانية أنا أخبرهم مجموعة واحدة صارتها تصارع فيما بعضها لا اللبناني له علاقة فيها ولا النمساوي له علاقة فيها ولا السوري ولا العراق ولا أي أحد له علاقة فيها ولكن مع الأسف أذرع إيران في المنطقة الذي أقحم المنطقة بهذا الصراع من خلال ميليشيا حماس وحزب الله الإرهابيين يعني واليمن والحوثي والميليشيات الشيعية الموجودة في العراق وأيضا النظام السوري يعني أدخلوا المنطقة بأتون حرب لا ناقة ولا جمل لا لللبناني ولا للفلسطيني ولا لأي أحد بهذا الصراع الأهلي فمع الأسف الشديد هذه نتائج هذا الصراع الأهلي هو فعليا ضرب قوات اليونيفل طبعا ضرب يعني إصابة سمان جنود نمساويين فيها طبعا إصابات طفيفة هي ليست يعني ليست الإصابات الخطيرة ولا يتوفى أحد ولم يضطر يعني أحد يعني ليس بحال خطيرة فعليا يعني شيء مؤسف هذه الحرب الأهلية نتمنى أن تنتهي نتمنى أن يعزل الشعب اللبناني والفلسطيني عن هذه المواجهة الإيرانية الإسرائيلية التي ليس غايتها يعني اليوم الإسرائيلي والإيران لماذا يتقاتلوا من أجل من أجل قتل اللبناني وقتل السوري وقتل العراقي وقتل الفلسطين ليس لأي شيء آخر يعني هم هم متفقين اليوم الإسرائيلي ما لا تستطيع إسرائيل القيام به تقوم به إيران ما لا تستطيع إيران القيام به تقوم به إسرائيل يحركوا حماس يلا اذهبوا ونفذوا ما يسمى بتوفان الأقصى هذه العملية الانتحارية الإرهابية اتقامت بها حماس يقوموا بتنفيذها يا حزب الله اضربوا صواريخ بتقوم بإسرائيل بتضرب على لبنان وبتهدم البناء التحتية وبتهدم الأبناء ودنبروا غزة وصارت مزرعة بطاطا وصار اليوم عندنا أكثر من 45 ألف ألف شخص بين قتيل و50 ألف أكثر وجريح أكثر هذا كله فداعا للمشروع الإيراني الإسرائيلي في المنطقة لن أقول يعني اليوم أنت يعني مع الإسرائيلي لا أنا مع الإسرائيلي لا لست مع الإسرائيلي ولست مع الإيراني ولست مع أذروهم لأنهم الجميع اليوم متفقون على مقتلة السوري والفلسطيني واللبناني في هذه المنطقة فنحن حرب أهلية لا نغتقى تلنا ولا جمل بها